البيت الأبيض البنتاجون والخارجية ثلاث مؤسسات أمريكية سيادية تدخل على خط الأزمة اليمنية ما فسره البعض بتحرك أمريكي مستجيب للدعوات الإماراتية بينما وضعه آخرون في سياق لا يتجاوز سياسة الضغوطات الدبلوماسية فالرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطاب لمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة إن إدارته تدرس إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وهو ما لقي ترحيباً من الإمارات التي سبق وأن طلبت من واشنطن إعادة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية بحسب تغريدة لسفارة أبوظبي في واشنطن أتت تصريحات بايدن بعد لقاء هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي يوستن وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد جدد فيه البنتاج إدانته لهجمات الحوثيين التي طالت أبوظبي مؤكداً وقوف واشنطن ضد التهديدات التي تستهدف سلامة أراضي الإمارات في سياق ذلك وصل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ الرياض في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في إطار جولة دبلوماسية جديدة تشمل عواصم الدول الخليج ولندن ملتقياً أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي وتهدف زيارة ليندر كينغ وفق بيان الخارجية الأمريكية إلى تنشيط جهود السلام والضغط لوقف التصعيد ومعالجة الأزمات الاقتصادية في اليمن التحركات الأمريكية المكثفة تزامنت مع عدم وصول مفاوضات فيينا لنتائج إيجابية وهو ما قد يثمر موقفاً أمريكياً متناغماً مع الرغبة الإماراتية بالتصعيد ضد الحوثي خصوصاً فيما يتعلق بطلبها تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إلا أن سياق جولة المبعوث الأمريكي تشير إلى تحركات لا تتجاوز تنشيط الدبلوماسية كسياسة ضغط على الحوثيين للتخلي عن إيران وهي سياسة لم تنجح سابقاً ولا يبدو أنها قد تفلح الآن